ها واحد مساء الخيرات مساء الافرح والمسارات مساء الرزق والتيسير على كل متتبعي قناة سناء بيو تي فيما كنتو كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديدة كنتمنى ان شاء الله تلقاكم في احسن احوالكم تكون صحيح تكون بزيانة المورال هو هاداك الموهي وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون واحدة من الوصفات المجربة الناجحة والنتيجتها مضمونة مليون في المئة مليون في المئة ماشي مئة في المئة وصفة اليوم غادي تكون عبارة عن مشروب مشروب رائع جدا في زيادة لوزنة السمين الجسم كيغلض على الصح كيغلض بالمعقول من دكش يرفع بدون اضرار وايضا بدون فواكه بالنسبة يعني بعض المتتبعات في القناة اللي طلبوا مني انا ننزل اليوم هكا شي مشروب اللي ما تكونش فيه فاكهة فمشروب ديال اليوم ما في حتى شفاكهة ومع ذلك يعطي نتيجة واعره نتيجة واو نتيجة زوينة بزع لما اطول عليكم غادي ندخلوا مباشرة باش نكتشفوا اش ناوض المشروب ديال اليوم طريقة تحضيره وكذلك طريقة استعمال دياله اذا الغزالة ديالي غادي نبدأوا الفيديو ديالنا على بركة الله وغادي نشارك معكم المكونات اللي غادي نحتاجوا فهذا المشروب هادا بلا ما نقول لكم فائدة ديال كل مكوين باش ما نطورش عليكم لان كين بزاف ديال لبنات ما بغينش يعرفوا المكونات بغين يدخلوا في الوصفة مباشرة طبقا للا على خطركم اول مكوين غادي يكون معنا اللي هو الشريحة اولاتين موجفة فغادي نحتاج ثلاثة ديال الحبات فقط مسحتهم بواحد زوين فازق نقيتهم من الداخل طبيعي كالحال باش نتأكدوا واش فيهم شي حاجة واش ما فيهم شوش نقيين واش مزيانين واش صالحين صافي وحطيتهم فهذا طبيع صيل هذا ثاني مكوين غادي يحتاجوا في وصفة اليوم هو اي نوع ديال مكسرات عندكم انا هنا عندي واحد الخليط في هلوز قرقاع كوكا وحمص صوجا حلبة مهم طحنة بزاف ديال مكسرات هنا يوم حتى افضى بهم فقط ما بغيتهم كان استعملهم انتو ما استعملوا اي نوع عندكم اي نوع متوفر مش بالضرورة تلتزموا بهذا الشيلي عندي انا اي نوع مهم تقول مكسرات حضرة في مشروب اليوم تالي مكوين غادي يكون معنا في وصفة اليوم هو الياوهخ تختاروا اي نوع ديال الياوهخ تكون معنا في وصفة اليوم هو كاس ديال حليب من الفضل اننا استعملوا حليب كامل الدسم صافي هذا هما المكونات بربعة اللي غادي نحتاجوا في مشروب اليوم هدي تجيبي اختي الكاس ديال الطحن الكهربائية غا توضع في ذاك الكاس ديال الحليب هو الاول ثم نضيف الخليط المكسرات التي قلت لكم عندي يمكن نضيفه من جوج حتى ثلاثة المعلاقة لا يزيد غير بالنوم لا يزيد غير فائدة لأنهم مكسرات يغلطوا مزيان 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 كي قلت لكم أنتم لا يمكن لكم تفعلوا أي نوع المكسرات متوفرة عندكم ثلاثة الحبات الشريحة أولا التين المجفف وأخيراً نضيفه ذاك الكاس الياورت أولا الزبادي يمكن لكم تستعملوا اللي يكون حلو يعني بالسكر أو اللي ممكن تستعملوا حتى الطبيعي يعني بالسوس ما كان حتى شي مشكلة سوفي غادي نمشي نطحن هذه المكونات هذي كلها مع بعضياتها وأرجع باش نشارك معكم الشكل النهائي دي المشروب اليوم وكذلك طريقة استعماله وهذا هو الشكل النهائي دي المشروب اليوم كي يجي ما شاء الله خاتر وخيب عليكم بحلقة ركتخلوا واحد شوية دي الوقت وكي يختاروا كي يعقدوا كي يقول لي بحلقة تكريب معي القولة القاسم نحضروا بعض الاختارات في الصباح نغطيه بحلقة يو وكي نديره في الثلاجة وكي نحتلي العادة باش نجبدو كالقاسة في رائع قاد بوحد الشكل رائع جدا والمضاق خطير المضاق راكي يحمق المضاق راكي يولي هذي المشروب هذي يولي إدمان عندكم بالنسبة لطريقة استعماله وغادي تاخدوه مرة وحدة قبل النوم ذيالكم مباشرة قبل ما تدخلوا الفرش جالكم تاخدوه هذي كويس عده تبعوه بشكل يومي هذي نتيجه زوينا وزوينا بزعف غير ما تعقزوش وما توقفوش راهادو كنقولها وكنعودها وصفات طبيعية مشيش حاجه اخطيه بشيات مشي تجيبها من الصيدلية دغاك في الصيمانة غادي تنفخوك وغادي تبعلك النتيجه ونبع درجة اللي كدك تشبلها لك هذي شي حاجه اللي كاتبني الجسم ديانه على الصح كاتبني بشوي بشوي درجة درجة وغادي تعطيك واحد نتيجه زوينا وما غادي تخلي لك تشي اضرار نهائيا وبالعكس غادي ينفع الجسم ديانك لانه كله فوائد تبعوها الابنات والله ومشيتوا جربتوه ودقتوه ما غادي تقدروا تقاوموه وما غاديش تقدروا توقفوه نهائيا لانه غادي يولي ادمان عندكم حنتي بنين 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 والاهم من هذي شي كامل انه كيعطي نتيجه زوينا ومضمونة والعناصر اللي فيه كلها كنسيد في الوزن هنه غادي يكون وصلنا نهاية الفيديو جاليومه كنتم لا تكون نهاية الاعجاب تلكم وتكونوا استفتوا معي قبل ما تخرجوا ما تستفد دعموني بلايك جالكم كذلك بارتاج الفيديو مع كل واحدة وكل واحد بغي يزيد الوزن بشكل طبيعي صحي امن ودون اضرار قولوليهم مرحبا بيك ما عليك الا بوصفات سناء بيوتي والتعليق زوينا ما تبخروش عليها بياها كنكون سعيدة جدا كل مقاريتها سنتلقى ان شاء الله فيديو جيدة ووصفة جيدة كنقول لكم بوسة كبيرة مني لكم بسلام عليكم